الاقتصاد الآن مع مراد بوعلام الله نتابع معه استمرار هبوط مؤشرات البورصات الخليجية وخسائر في القيمة السوقية للأسهم بمليارات الدولارات واللون الأحمر إذن حاضر اليوم أيضا مراد وبقوة يزدهار وهذا اللون الأحمر امتد إلى مصر لأن تراجعات الأسواق الخليجية كانت وراء تكبد البورصة المصرية أكثر من 20 مليار جنيه في تدولة هذا اليوم ونتابع تفاصيل ومشاهدين يزدهار حيث خسرت البورصة المصرية أكثر من 20 مليار جنيه اليوم أي ما ينهز 3 مليارات دولار جراء مخاوف المستثمرين من تراجع المساعدات والاستمارات الخليجية لمصر في ظل تراجع النفطة وتعد هذه أكبر خسارة للبورصة المصرية في يوم واحد منذ ثورة الخامس والعشرين يناير من عام 2011 خارجيا مضى سوق دبي اليوم في تسجيل خسائر وللجلسة التاسعة على التوالي متخليا عن مكاسب العام 2014 لاحظوا معي مشاهدين المستويات الحالية ومستويات الإغلاق الحالية تعود بنا إلى مستويات ديسمبر من العام 2013 تراجعات قوية جدا من 17 النقطة المئوية هي تراجعات عليفة وبالتالي تعود بنا لتسجيل أو الحديث عن أعنف تراجعات يومية منذ العام 2008 في بورصة دبي ليعود إلى مستويات العام أو ديسمبر 2013 مثل ما أشرت قبل قليل إذن استمرار خسائر سوق دبي ارتبطت بالأجواء السلبية العالمية بسبب تدهور أسعار النفط مع توقع المزيد من التراجعات لأسعار النفط وهو ما قد يضغط على موازنات الدول الخليجية خلال العام القادم إلى جنب عدم وضوح الرؤية وغياب كذلك المحفزات في السوق لاحظوا مع التراجعات التي حصلت في تدولة هذا اليوم الأداء الأفقي واستسلام السوق للتراجعات في جرسة هذا الأحد أولى تدولات الأسبوع في سوق أبوظبي كنا نتحدث كذلك اليوم عن تراجعات قوية وتخلي عن مكاسب العام 2014 كذلك ليعود المؤشر إلى مستوياته منذ نهاية ديسمبر من العام الماضي أيضا هذه هي مساويات إغلاق اليوم بالفعل تعود بنا إلى مساويات نهاية ديسمبر من العام 2013 نتيجة التراجعات المتلاحقة لأسعار النفط في الأسواق العالمية تصدرت أسهم القطاع العقاري خسائر السوق اليوم في أبوظبي خاصة سهم الدار العقارية الذي تراجع بقرابة العشرة في المئة وعاد إلى مساوياته في يوليو من العام 2013 تحدث هنا عن مساويات السعرية هي المساويات الغلاق الحالية تعود بنا بالفعل إلى مساويات يوليو من العام 2013 إضافة إلى أسهم القطاع العقاري أو أسهم القطاع الطاقة ضغطت على السوق في أبوظبي وخاصة طاقة ودان غاز لدني تراجعها بتسعة في المئة وثمانية في المئة تقريبا على التوالي كذلك كنا سجلنا تراجعات في ظل هذه التراجعات ارتأت إدارة السوق لوقف أي سهم تتجاوز خسائره الخمسة في المئة ضمن ما وصف بعمليات بيع غير مبررة خلال جلسة هذا اليوم خسائر بورصة قطر اليوم كذلك قادت المؤشر لتسجيل أدنى مساويته منذ عشرة أشهر وهذا ما يظهره لنا الرسم البياني بالفعل لبورصة قطر تراجعات بنحو 6 في المئة اليوم مع نوية المتداولين متدنية مع سمرار التراجعات في أسواق النفط العالمية وتعرض الأسهم لعمليات بيع عنيفة قادتها المحافظة الاستثمارية ضمن عمليات جني أرباح واضحة استباقية بعد المكاسب الكبيرة التي تم تسجيلها على مدار العام الجاري في السوق السعودية عدى المؤشر لتقليص جانب من الخسائر الصباحي يلاحظوا معي التراجع القوي والهبوط الحر الذي شهده المؤشر قبل أن يبدأ بتقليص تلك المكاسب لكنه أنهت دولات متراجعة بـ 13 نقطة المئوية وذلك مع تراجع الأسهم القيادية الذي كان عاملا منفرا للمستثمرين في الفترة الأخيرة في ظل الأجواء السلبية في الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط في الكويت كذلك سجلنا تراجع جماعي لمؤشرات السوق مع انخفاض المؤشر السعري اليوم بواقع ثلاثة في المئة ويشير محللين إلى أن المؤشر قد يكثر مساوية 6 ألف نقطة قريبا إذن هذا ما مشاهدنا ما يتعلق بالسوق الخليجية والأسواق الخليجية في سوق مسقط كذلك سريعا كنا سجلنا اليوم تراجعات وعودة المؤشر لتسجيل أدنى مساوياته منذ العام 2012 تراجعات بـ 23% والسوق المصرية تحديدا يجب الوقوف عندها بالنظر إلى امتداد التراجعات إليها وتجيلها خسائر في قيمة سوقية بـ 20 مليار ونصف المليار جنيه في تدولاتي هذا اليوم في ظل تراجعات الأسواق الخليجية بهذا مشاهدنا ننهي جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم نعود إلى ازدهار والمزيد من الأخبار 2014 لاحظوا معي مشاهدنا المؤسسويات الحالية المؤسسويات الإغلاق الحالية تعود بنا إلى مؤسسويات ديسمبر من العام 2013 تراجعات قوية جدا من 17 النقطة المئوية هي تراجعات عليفة وبالتالي تعود بنا لتسجيل أو الحديث عن أعنف تراجعات يومية منذ العام 2008 في بورصة دبي ليعود إلى مستويات العام أو ديسمبر 2013 مثلما أشرت قبل قليل إذن استمرار خسائر سوق دبي ارتبطت بالأجواء السلبية العالمية بسبب تدهور أسعار النفط مع توقع المزيد من التراجعات لأسعار النفط وهو ما قد يضغط على موازنات الدول الخليجية خلال العام القادم إلى جنب عدم وضوح الرؤية وغياب كذلك المحفزات في السوق لاحظوا مع التراجعات التي حصلت في تدولة هذا اليوم والأداء الأفقي واستسلام السوق للتراجعات في جرسة هذا الأحد أولى تدولات الأسبوع في سوق أبوظبي كنا نتحدث كذلك اليوم عن تراجعات قوية وتخلي عن مكاسب العام 2014 كذلك ليعود المؤشر إلى مستوياته منذ نهاية ديسمبر من العام الماضي إذن هذه هي مستويات إغلاق اليوم بالفعل تعود بنا إلى مستويات نهاية ديسمبر من العام 2013 نتيجة التراجعات المتلاحقة لأسعار النفط في الأسواق العالمية تصدرت أسهم القطاع العقاري خسائر السوق اليوم في أبوظبي خاصة سهم الدار العقارية الذي تراجع بقرابة العشرة في المؤثورة الخامس والعشرين يناير من عام 2011 خارجيا مضى سوق دبي اليوم في تسجيل خسائر وللجلسة التاسعة على التوالي متخليا عن مكاسب العام 2014 لاحظوا معي مشاهدين المؤستويات الحالية المؤستويات الإغلاق الحالية تعود بنا إلى مستويات ديسمبر من العام 2013 تراجعات قوية جدا من 2017 النقطة المئوية هي تراجعات عنيفة وبالتالي تعود بنا لتسجيل أو الحديث عن أعنف تراجعات يومية منذ العام 2008 في بورصة دبي ليعود إلى مستويات العام أو ديسمبر 2013 مثل ما أشرت قبل قليل إذن استمرار خسائر سوق دبي ارتبطت بالأجواء السلبية العالمية بسبب تدهور أسعار النفط مع توقع المزيد من التراجعات لأسعار النفط وهما قد يضغط على موازنات الدول الخليجية خلال العام القادم إلى جنب عدم وضوح الرؤية وغياب كذلك المحفزات في السوق لاحظوا مع التراجعات التي حصلت في تدولة هذا اليوم الأداء الأفقي والسسلام السوق للتراجعات في جبسة هذا الأحد أولى تدولات الأسبوع في سوق أبوظبي كنا نتحدث كذلك اليوم عن تراجعات قوية وتخلي عن مكاسب العام 2014 كذلك ليعود المؤشر إلى مستوياته منذ نهاية ديسمبر من العام الماضي إذن هذه هي مستويات إغلاق اليوم بالفعل تعود بنا إلى مستويات نهاية ديسمبر من العام 2013 حيث خسرت البورسة المصرية أكثر من عشرين مليار جنيهن اليوم أي ما ينهز ثلاثة مليارات دولار جراء مخاوف المستثمرين من تراجع المساعدات والاستثمارات الخليجية لمصر في ظل تراجع النفط وتعد هذه أكبر خسارة للبورسة المصرية في يوم واحد منذ ثورة الخامس والعشرين يناير من عام 2011 خارجيا مضى سوق دبي اليوم في تسجيل خسائر وللجلسة التاسعة على التوالي متخليا عن مكاسب العام 2014 لاحظوا معي مشاهدين المستويات الحالية المستويات الإغلاق الحالية تعود بنا إلى مستويات ديسمبر من العام 2013 تراجعات قوية جدا من سبعة إلى وستة عشر النقطة المئوية هي تراجعات عنيفة وبالتالي تعود بنا لتسجيل أو الحديث عن أعنف تراجعات يومية منذ العام 2008 في بورصة دبي ليعود إلى مستويات العام أو ديسمبر 2013 مثل ما أشرت قبل قليل إذن استمرار خسائر سوق دبي ارتبطت بالأجواء السلبية العالمية بسبب تدهور أسعار النفط مع توقع المزيد من التراجعات لأسعار النفط وهما قد يضغط على موازنات الدول الخليجية خلال العام القادم إلى جنب عدم وضوح الرؤية وغياب كذلك المحفزات في السوق لاحظوا مع التراجعات التي حصلت في تدولة هذا اليوم والأداء الأفقي واستسلام السوق للتراجعات